موسيقى السلام عليكم خوتي واشتراكم لا بس بخير بو خوتي عندنا الزوج مواضيع اليوم موضوع الولاني مهم والموضوع الثاني اهم كذلك الموضوع الولاني سمعتني اخترق عليه الاعلاب الرحمة ولكن انا مرانيش لاتي بالمرقاق في فترة المنتخب الوطني الجزائري لانا نشوفه يوميا اللاعبين رانا نشوفهم كل اسبوع سواء في دورة ابطال اوروبا سواء فيها كما قلوا لكم بتاع المؤتمر رانا نجبنا خبر من مصدر جد موتوق وهو سابري ميلان يتكلم في هذا الموضوع الموضوع الثاني كما شتوف العنوان يا اخوتي انه انا سمعت بزاف التعليقات حتى سمعت في بعض البلاطوات وكذا يقول لك جمال بلماضي جاب تسع مدافعين ويتخلى يعني على مهاجم او يعني نقص من الهجوم وجاب الدافع شوف هذا الامر هذا ما تقدرش شوف كين امور ربما تقولي كما زرقان او زروقي ما مدوش ما بينوش كده هذا الموضوع لكم تدخلوا فيه ولكن ما تكون شعباوية كما نقولوا في انتقاد القائمة بدون ما على بالك القائمة هذه هذه عليش تركبت وهذه عليش تركبت القائمة هذه اراني جاي باش نوضح هذا الامر نبدأ وبساعد بالرحمة كبارك وتشوفوا الان اياه ان شاء الله تكون حقيقة لان مصدر موتوق سامبري ميلان عمرها تخبر خاطع سامبري ميلان اسمها سامبري ميلان يعني واحد من ذلك تقول لك بالناصرة ما رحش يلعب لها ماتش الجاي ما يلعبش تقول لك من ذلك هي قتلك من اللي بالناصرة هو اساسي و رح ياخذ القابل يعني سامبري ميلان هذه ما تضرش لعب الخرقي مصدر هايل دخن قروهان ترجموها على كل حال كما ركوا تشوفوا الهنايات تقول لك ميلان يحب بن رحمة لعب ويست هام يمكن ان يأتي بسعر منافس بن ناصرة هو اللي يهدر عليه في ميلان قال لك وضع ميلان انظاره على جوهرة ويست هام ساعد بالرحمة الظاهير الجزائري المولود عام 1995 منف تبعه لعدة اسابيع مواهب الرسونيري بناء على توصية من مواطنه اسماعين بن ناصر اسماعين بن ناصر هو صديق بن رحمة خيشتوف طربوسات هو والناس وبالرحمة ها التولاتي دايما يا خي مع بعضهم يعني هاد ليجان هاد وهم الثلاثة دايما مع بعضهم وحتى بن ناصر حبي يجيبون الناس اللي اشفهم بعد واسمهم نابولي طلبوته من ملايين لميلان ميلان قتلهم اعارة وكذا بكرة هم ظهروا لساعد بالرحمة ساعد بالرحمة يكون التفكرة من ساعد بالرحمة يكون شوف لو كان عرض هنا العمر ساعد بالرحمة هي قبل اسك ويست هام تقبل ولا لا لا دخلوا في التفاصيل على كل يؤال وزيدنا نتكلم في هذا لموضوع هذا تقول لك وضع ميلان اعينه على جوهرة ويست هام ساعد بالرحمة الظاهير الجزائري المولود في عام 1995 ميلف تبعه لعدة اسابيع مواهب الرسوليري بناء على توصية توصية مواطنه اسماعين بن ناصر والذي يدخل الان بشكل كامل بشكل هاي بيك سامتري ميلان راي تقول لك مئة بالمئة ميلان راهو مهدم بساعد بالرحمة الان يدخل بشكل كامل في قائمة اهداف السوق لمالديني واسمه ومسرة الصيف في الصيف يعني يقول لك باللي مئة بالمئة يعني راهو في قائمة مالديني باش يجيبوه في الصيف هذا بسذا پر انك يكون اهتمامات من ذلك ال magnetic gebe في قائمة قائمة ومن المديني يستفق مع اللاعب اللاعب يقول day ايه هم بعد يروحوا باش يتفقوا مع النادي الفلاني النادي الفلاني ما يتفاهم معاهم تسقط الصفقة كما سقطت على ادم الناس وتمنى الصفقة ع سعيد بالرحمة مات في ما يعني الميلان boring cover Gente لو كان ينافس في ينرس دورية دورية في و haven descend plus ميلان كل عام يقدر يلعب دوري أبطال أوروبا خير من الليري هم عمي أويستان يلعب معهم المؤتمر تقريبا قوله مؤتمر صعوف هذه كوب كونفيرنس هذه خليني منه يلعب دوري أبطال أوروبا خير مع الميلان ويخرج عليه الدوري الإيطالي يخرج عليه قلت ما يمكن أن يحدث الفارق خاصة فيما يتعلق بسعر البطاقة يعني السعر تاو هو الوضع الحالي في ترتيب هاميرز المعرض لخطر الهبوط والذين سيضطرون إلى بيع مواهبهم الأكثر وضوحا على عكس لعب موسم في البطولة وسائل بررحمة لماذا الموسم الأخير علىه يتعلق لأن على بلو بل الميلان رمبعته كما قلوه اكتشافيا مش يتبعها ها باش نزيد منفهمكم في هذا الموضوع هذا وموسقل وروح دير وش حبيت الموهم السفادة تروح أعليه أنا هقدر أخممها هقدر يقول لك يعني تقييم ويست هام راي على الحبطة وممكن هكذا يعني شوية يكون السعر تحاوب لازم تبع اللاعبين وصورتو كي هبطة وصورتو يعني لازم حبي يقول لازم تبع اللاعبين قال لك الناظر هي صال ميكر زادك وفقا لما ذكرته أخبار سيري بي يعني سيري بي يعني كما قلوه الدوري الإيطالي فإن التقييم الذي قدمه ويست هام لسعيد بالرحمة يتراوح بين 25 و30 مليون يورو وهو رقم يفكر ميلان أيضا في تقليله من خلال إدراج كناظر واسمه أليكسيس صال ميكر والذي سيغطي نفس الضوء يعني يقول لك رح يكون تبادل بينهم وبين رح يديروا صفقة تبادلية ممكن يزيدوا لهم ممكن يقسلهم قال لك رح يمدلوا ماذاك صال ميكر زادك واسمه يقول لي الخطرة اللي فاتت كيفاش بدأ يعيط عليه ما يحملوه شقع رح يلي كيديوه الويست هام ويجيبوه ساعد بالرحمة إن شاء الله إن شاء الله على ربي إن شاء الله على ربي هذا وش نتمنى هذه سفقة موتوقة أنا كي شكتها من عندها دي نشكر أخويا محمد على كل أحد اللي بعت لي الرابطة اليوم على كل أحد نشكره بزب 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 هذه سفقة موتوقة كلاب صحيح مئة بالمئة بكاش جعت مسخير أسكيت باعه لا 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 العلم عند الله لازم يكون اتفاق هذا بش نفاهم نجو للقائمات على جامال بالماضي نعطيه بعض التوضيحات قال لك كاين كي ما ركوا يشوفوا الهناية تسع مدافعين قال لك وشبه جامال بالماضي ينحيف الهجوم ويجيب للدفاع يعني انتا كي تشوف كنظرة ليس كما قولوا التقنية ولا تشوف هكذا قائمات تسع مدافعين تقدر تنتقدك على روحك ولكن انتا لازم تفهم جامال بالماضي وش حبي يدير خلينا من الاسماء راني يقول لكم خلينا من الاسماء تعطاريز على شعيط البلايلي ومعيطش البرحما علش عيط طاريز ومعيطش البراهيمي وعيط الفلان علش معيطش الزرقان صح زرقان انا من عندي اخذ من اكتر اللاعبين اللي اخذ فرصة وما برهنش راني جايين وزروقي ما زروقي خوتي دي خطرات عندها بزاف ياربي واحد الاسبوع قلت لكم على الحسب شوف اللي راني نشوف جامال بالماضي راح نطيركم توضيحات على المدارعين هذا قلت لكم جامال بالماضي راني نشوفك هادليام ودوك فهمت على الجاب كرامي بالسبعين انا قلت نور مرمون لازم يعيط له بسعد دوك فهمت على الجاب تاني كرامي بالسبعين قلت باللي جامال بالماضي راني نحس وراني نشوف على حسب البروفيلات راني ندرنا نوهاني واخونا حمزة بارك الله فيكم اللي تابعتوا اللايز هذا وعجبكم بزاف وان شاء الله نزيد ونديروا للايز راني اتفقت مع اخونا هاني اخونا هاني اللي نعرفوه منذ سنين طاويلة على كل جهات محلل ومدرب وزا جابنا الصديقة وحمزة الله يبار مستوى عالي في التحليل الله يبارك تقني يحكي لك الخطط كلش الله يبارك وبروفيلات تعليق تكلمنا في الموضوع هذا قالوا لي يخي كيش تفليشها في اللايز قالوا لي بللي وي راهي الأقرب انه جامال بالماضي رح يلعب بالخطة ثلاثة عربعة ثلاثة ليحب يشوف الخطة ثلاثة عربعة ثلاثة يدخل للقناة ويحوس على الفيديو عندي خمسة ايام ست ايام ولا سبع ايام من اللي درت الفيديو هذا تعال الخطة الجديدة تعال جامال بالماضي هدنا الخطة هادية تعال ثلاثة عربعة ثلاثة لو كانت تفهم كيفاش تتلعب واش من اللاعبين اللي تحتاجهم كنت ما تنتاقش انه جاب تسع لعبين اذا جامال بالماضي رح يلعب بالخطة تعال ثلاثة عربعة ثلاثة لازم يجيب اللاعبين اللي عندهم البروفيل اللي قدروا يلعبوا هاد الخطة وهاد الخطة باش نعطي توضيحات دقيقة جدا 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 هاد الخطة ما تحتاج بزاف مهاجمين لان عندك الاجنيحة او الاضهيرات داك رح يكونوا متقدمين يعني سورته كيزيد يجيب بايزر هادك رح تكون الخطة متكاملة مئة بالمئة يعني انتا كي تشوف لييريس يقدر يلعب هو هو ظاهر ايمن نورمال مو قالوا لي هو ظاهر ايمن واطاكون شفناها اللعب في معلومه في بلاست بالليلي يخرج بالليلي ودخل لييريش شفنا كيفاش تطاح الغاشيقه وكان مقدم اداءات رائعة هادك دا كي تشوف انتا لييريس اللي يقدر يقدر يقدم لك اتاك وشوف انتا باريزر اي تنوري اللي منا يقدر يقدم لك اتاك يعني ليزا تكون كي ينحي براهيمي واللي ينحي بالليلي ويجي براهيمي ولا ينحي باركزوب الليلي ويجي بالرحمة المهم كما نقول له الأجنيحة لا تحتاجها بزاك فهمتوني وش حبيتني قل يعني الأجنيحة رأوا عندك باركزوب الليلي أسكي لأبو لا 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 العلم عند الله عندك شعيبي أراه التبليسة إن شاء الله برق ما يكون شبالك إذا كانت ما يقدرش يجي فقارب وسهدا ممكن يعيط لنساعد بالرحمة أو يعيط لبراهيمي هذه نقطة هادية مهمة نتكلم فيها هادية إذا عندك زوج باريزوب الليلي نقوله وشعيبي نخلو القائمة كيما راهي وعندك من ناري يضم حلز وعندك بوعناني هاكذا أروا عندك خلاص ما عندك غيئين الأجنيحة مشي ما رحش تستعملهم بالزاف رح تستعملهم بالصح متاع عندك الخطة تق 3-4-3 الأظهيرة تاكي يكونوا متقدمين مشي كما 4-3-3-4-3-3 الأظهيرة تاكي يحبطوا بزاف ويطلعوا بزاف فالخطة 3-4-3 رح تأمن بمدافع ثالثة يقولوا عندك 3 قلب الدفاع يعني رح تلعب بالدفاع 3 رح تعطي الحرية الكبيرة وهذا 3 يغطوا على الأظهيرة رح تعطي الحرية الكبيرة أنه اللاعبين الأظهيرة يكونوا يخدموا أكتر شي هجوميا على دفاعيا يعني راهوا عندك هجوم يعني كنت تشو باريزوب أي تنوري منه راهوا يولي أطاك راهوا أطاكو تقريبا المباراة يلعب لك شغل أطاكو شغل جاناة وعندك لريس وعندك أي اسم وحد أخر منه رح يلعب لك شغل أطاكو رح يكون كجناح والأجني حتى أنه تدخل شوية للداخل فهنا سي نورمال يحتاج باهير أي تنوري لا ريسي سي نورمال يحتاج هاد اللاعبين في هاد الخطة كما واسموا هادك قيطون هادك ويحتاج لريس ماندي توغاي توبة واسموا تعليسما بالعيد بن سبعيني أي تنوري وحجام أكيد يسعقم ممكن ممكن جدا يدير باريسون بثلاثة قلوب دفاع يعني يلعب ثلاثة كما قلو في محور الدفاع هو ممكن يحط باريسون بقرامي بن سبعيني يحط باريسون بلتوبة ويحط توقاي هاد ثلاثة هادهما هكذا يعني ثلاثة روستعمل ثلاثة مدافعين يعني الخطة هذي تحتاج خمس مدافعين هكذا روحة ثلاثة مدافعين ويسحق زوج أظهيره زوج أظهيره باريسون بحيط أي تنوري كظاهير ويحط باريسون بلتوبة ويحط باريسون بلتوبة ممكن يجرب حجام هادك من الجهة اليمنى لأنه يلعب جهة يوسرة يعني يسحق زوج أظهيره وثلاثة مدافعين يعني خمس مدافعين متى كي يحتاج لك خمس مدافعين لدوبة رتاحهم يبقى وربعة مدافعين لدوبة رتاحهم من خمسة دوبة رتاحهم يعني نقوله كل لعب كل لعب لازم يكون عنده دوبة كي يكون انت عند خمسة يلاعبوا فوق أرضية الميدان وعند غير ربعة دوبة رتاحهم مدام تشوف انت الأجنيحة اللي جبناهم كل واحد عنده دوبة رتاحه باريسون بريض محرز عنده بوعداني دوبة رتاحه سوسمه بالليلي عنده دوبة يعني كي تولي كيما قلوا في الخطة هذه تستعمل المدافعين أكتر لذلك القائمة تعجم البلماضي فيها تسع مدافعين وأغلبهم أظهيرها باش يكون فيه عندكم هذا أخوتي لأن خطة تحت ثلاثة عربعة ثلاثة غدوة غدوة بلك أو كان غدوة مؤتمر الصحوفي تعجم البلماضي يقول له لو بازف على جب تسع مدافعين وتخلي تعله هجوم يقول لهم الخطة اللي رح نديرها هنا لازم نقص من المهاجمين لأن ما رحش نحتاجهم بزاف لأن عندي زوج أظهيرة رح نستعملهم كمهاجمين ما رح يقول له عندك ثلاثة في الأطاك والأظهيرة يقول له خمسة همتوا وهو مدجا مدافعين بس عرح يلعب بهم أطاك هذه هذا يعني الإنسان من ذلك ما يتقلقش يشوف قائمة بلا ما يعرف الخطة جامل بالماضي كي يستدعي الأسماء هذه رح يبعو ما نريش نحكي على الأسماء سواء هذا تحبه هذا تكرهه هذا يقدموا هذا ما يقدمش رحوا شايفين حبيت نقول باللي جامل بالماضي كي يستدعي أسماء على حساب الخطة اللي رح يلعب بيها هذا وش نقدر نقول لكم خوتي ما نطوش عليكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام